السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدا مولف اخر بلقائكم وتتمنىكم تمام صحة وعفية اليوم شاء الله سوف نحضر مع بعضنا واحد الكيك راهيب هش كيدو بدوب دوبان طعم يا سلام فقط خليكم معيتوا في المقادر الطريقة تحضير سبق لي محضرة تقريبا مشابه لي لكن هذا مقادر مختلفة وكذلك نتيجة مختلفة وطعم مختلف بسم الله على بركة اللي في حد الإناء ديال العمل كنوضعو مية جرام ديال الزبدة تكون زبدة جيدة زبدة ديال العبار نوع جيد مية جرام درجة حربة المطبخ اكيد كي كنت شوفو انا مقطعها مكعابة بالجيني سهلة فانها الدوب معي هو انني نردها مرهم او بوماد ثم كنضيف لها واحد سبعة جرام ديال سكر فانيليا او ممكن لين نضيفه ملعقة ديال الفانيليا السائلة قبصة ديال الملح كالعادة في كل حلوياتنا ثم اضيف مية وعشرة جرام ديال السكر حبيبات من الأفضل حبيبات تكون رقيقة ثم هندي ناخد حامض عن ديجوج ديال الحبات ديال الحامض غدي نبرش لهم القشر ديالهم واحدة خضراء واحدة صفراء اتحاولو اديرو كيفما دفت خضراء وصفراء لما تفرج فحالة تعذر انكو ما تلقوش الخضر لانما داق ديالو كيكون مجهدو زوين قديد ديرو جوج صفرين واحدة خضراء واحدة صفراء فكان برشو القشر ديالهم تيكونوا مرسولين جيدا من قبل كان ديبغي القشر للفوق فقط ما كان ديبوش اللامسوش الداخل الابيض صفيقي كاتشوفون بعد ما برشتهم جيدا بهات شكل هذا حصلت على واحدة كمية جيدة هي لا تتعطيني واحدة النكهة رائعة لها الكيك ثم غديم داع بالتطبيب الطباب الكهربائي بالتأكيد يمكن لنا استغني على الطباب الكهربائي هنا يمكن لنا ديفو غير السباتيول ندوبو دك الزبدة جيدا بعد ما دعبتنا الزبدة جيدا غدا نضيف ثلاثة الحبات ديال البيض درجة حرارة المطبخ بالنسبة الحبات ديال البيض فهما في 130 قرام 3 في 130 قرام نضرب جيدا بالطباب الكهربائي حتى نحصل على هذا القوان ثم هنا سوف نضيف الكريمة السائلة هنا استعملت كريمة السائلة اللي نستعمل معكم دائما اللي هي فيطالة 170 مليلتر 170 مليلتر من العلبة الصغيرة فهي مفين في ميتين نستعمله 170 مليلتر ونستعمله الباقي سوف نستعمله من بعد سوف نحتاجه من بعد كناخد نصف حمضة لازوج كناخد نصف حمضة كناخد العصير ديالها بشكل موضح معكم ثم نبدأ باضافة الدقيق بالنسبة الدقيق يكون الدقيق العبيض اكيد ديال حلويات يكون ما نخول من قبل نبدأ باضافته تدريجيا بالنسبة لكمية ديال الدقيق فهي 180 غرام ديال دقيق كان اعتذر 150 غرام ديال دقيق كان اعتذر 150 غرام ديال دقيق لانا كانوا نخلط الكل جيدا كان نضيف ثمانية غرامات ديال بيكين باودر كان حصل على القوام بشكل موضح معكم القوام ديالك يكون تقيل نوعا ما لانا بالزبدة كان ناخد واحد المول اللي سبق لي او قالب سبق لي دهنتو بالزبدة ورشيتو دقيق بالنسبة للقالب كان نفضل انكم تكتافيوا بالقوطر يكون من 18 العشرين ما تديروش القالب يكون كبير باش يجيكم الكيك عالي صافي كانوا وضع الكيك بالخليط للكيك ثم كان حاول نلقاده باش يجينا كل جوانب بنفس السمك كان ندخل الفورن محمى مسبقا الى درجة 180 كان نقص من الحرب مني كان بغير ندخل الكيك ديالي في الواسط كان نقص كنا ندخل الكيك ديالي في الواسط وكان خليه يستوي على راحته هنا كان نجهز واحد القلاساج اللي هو القلاساج الخاص بهال الكيك غدي نجهز ناخد 6 ملاعق نضيف سدريجيا 6 ملاعق ديالسوكر باودر يكون ممتلئين مع 3 ملاعق ديال عصير الحامض وغد نخفف في الاخير بالقليل من الكرامة اللي تبقات لي صدقوني هالكيك عاي يعجبكم بزاف 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 مضاق ديالو رائع جدا يعني غد تحضروا غلل الناس الغاليين والعزاز عندكم كيك تشوفو خففت في الكرامة هنا في هاد الوقت را الكيك ديالي كيكون قرب او شرف على الاستيواء دائما كب واحد العود يد الشيواء او بسكين او كندخلوه وكنشوفو الكيك واشتاك هنما استواء معي الكيك ديالي جيدا كنخفجو كنخلي برد كليا ما كنديروش القلاسج مباشرة لان هاد القلاسج مع الكيك ساخن غادي دوب وما غاديش يشد لنا ابدا غاديش لنا واحد طباقة الفوق بما انه سكر فكنخلي برد هنا خليجو تقريبا ندفع ودفت القلاسج ديالي كنت شوفو زينته بقشرة الليمون الحامض وقد نقطع معكم وعد شوفو معي يا سلام كيف كيشي هاد الكيك يا سلام من الداخل يا سلام على هشاشة ديالي يا سلام على الطعم يا سلام على روعته ما تسخيش يعني زينه الكيك من الفم ديالك شوفو ما شاء الله اللون اللي كيشي في من الداخل أصفر غامي قد أسير اللون هو دك البرش ديال الحامض اللي كان كتبو فيه كيشي رائع الطعم رائع واللدة دياله لا تقاوم كان صحكم تجربوه وتفضعي اياه خليوا لي في التعليق ان شاء الله ديبوا لايك للفيديو شاركوا على الاحباب والاصدقاء وكن نقول لكم بلا محتوى هذا الفيديو هو في سبيل الله ليس عليه البحمد يعني مع ليش اشهارات او علانات فكن نتمنى انكم تشاركوا مع الاحباب والاصدقاء وتخليونا في التعليق يعني ارأكم وتعليقاتكم واللي جربتها لكيك يخلي لي في التعليق او يرسل لي التطبيق دياله او صور ديال التطبيق دياله ان شاء الله في الخاص اشكركم على حسن المتابعة نضرب لكم على الفيديو قادم ان شاء الله تحياتي مع السلامة اشتركوا في القناة رائع جدا والله روعة روعة يا سلام اشتركوا في القناة شكرا